الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم الاثنين الرابع من شهر صفر لعام 1442 للهجرة نكمل قراءة كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين قال البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل باب السواك سنة قال الشارح الشيخ عبدالله الفوزان باب السواك قال باب السواك وسنن الفطرة وقوله باب بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف ولم يذكر له ترجمة لأنه جمع فيه مسائل عديدة وهي السواك وسنن الفطرة وما ألحق بذلك من الإدهان والاكتحال وتغيير الشيب وغير ذلك والعلماء يجمعون في الباب الواحد عدة مسائل إذا كان بينها نوع تعلق أو مقاربة وقوله السواك سنة السواك اسم للعود الذي يتسوق به وكذلك المسواك بكسر الميم وجمعه سوك مثل كتاب وكتب ويطلق السواك أيضا على الفعل وهو الاستياك وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللسان لإذهاب التغير ونحوه والسنة والمندوب بمعنى واحد على المشهور والمعنى أنه غير واجب في قول أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فإنه يدل على أنه ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لشق عليهم ولأن المشقة إنما تحصل بالإجاب لا بالندب وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال البعلي رحمه الله لا بعد الزوال لصائم قال الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله أفاد بذلك أنه مسنون في كل وقت أنه مسنون كل وقت في الليل والنهار إلا بعد الزوال للصائم فيكره وهذا هو المذهب وقوله لصائم يعم الفرض والنفل ودليلهم على ذلك قول علي رضي الله عنه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب كما استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ووجه الدلالة أن الخلوف بضم الخاء هو الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام وهو لا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار وإذا كان محبوبا لله تعالى لأنه ناشئا عن طاعته فلا ينبغي أن يزال بالسواك والصواب أن السواك يسن للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده وهذه رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لم يقم على كراهية السواك بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك انتهى كلامه ودليل هذا القول العمومات السابقة فإن قوله عند كل صلاة عام يشمل السواك عند كل صلاة للمفطر والصائم في أول النهار وفي آخره وكذا قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأما حديث علي رضي الله عنه فهو ضعيف لا تقوم به حجة وأما حديث الخلوف فلا يتم الاستدلال به لأمرين الأول أن السواك لا يذهب به الخلوف فإنه صادر عن خلو المعدة وبعد عهدها بالطعام الثاني أن ربط الحكم بالزوال منتقض لأن الرائحة قد تحصل قبل الزوال لأن سببها خلو المعدة والإنسان إذا لم يتسحر فقد يخلف قبل الزوال فهل يقال إنه لا يستاك قبل الزوال لوجود الخلوف قال البعلي رحمه الله ويتأكد عند الصلاة قال الفوزان الشارح حفظه الله أي يزداد طلبه وفضيلته وتتأكد سنته واستحبابه عند الصلاة أي قرب الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا حتى صلاة الجنازة لعموم الحديث المتقدم لأن الصلاة صلة بين العبد وربه فينبغي أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن حال ولذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة ومن تكميل الطهارة تنظيف الفم بالمسواك مما علق به من أوساخ قد تحمل روائح كريهة قال البعلي رحمه الله والانتباه قال الشارح الفوزان أي من النوم لتغير رائحة الفم بالنوم بسبب الأبخرة المتصاعدة من المعدة وببقايا الفضلات المترسبة بين الأسنان واستدل الفقهاء على ذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك وفي رواية للتهجد قال في النهاية يشوصفاه بالسواك أي يدلك أسنانه وينقيها ويحتمل أن المراد في الحديث ويكون الدليل عموم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار لأن المعنى موجود فيهما وهو تغير الفم بالنوم قال البعلي رحمه الله وتغير فم قال الشارح الفوزان حفظه الله أن يتأكد السواك عند تغير الفم وتغيره قد يكون بالنوم وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة وقد يكون بترك الأكل والشرب أو بطول السكوت أو بصفرار الأسنان وقد يكون بكثرة الكلام ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ولحديث حذيفة رضي الله عنه فإنه يؤخذ من عموم المعنى الذي دلت عليه العلة أن السواك يتأكد عند تغير الفم فشرعيته عند تغير الفم بسبب النوم يدل على شرعيته كلما وجد تغير الفم ولو بغير النوم كما تقدم قال البعلي رحمه الله وقراءة قال الشارح الفوزان أي قراءة القرآن لأن الفم طريق للقرآن فيستاك القارئ رجلا أو امرأة في المسجد أو غيره وقد ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضعفاه على فيه وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن قال البعلي رحمه الله ووضوء قال الشارح الفوزان أي يتأكد السواك عند الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء والأفضل أن يكون قبل الوضوء قال البعلي رحمه الله ودخول المنزل قال الشارح الفوزان لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك والحكمة من ذلك والله أعلم أنه سيتعامل مع أهله ويقترب منهم فربما تأذوا برائحة الفم قال البعلي رحمه الله بعود أراك قال الشارح الفوزان الجار والمجرور متعلق بقوله السواك في أول الباب على أنه بمعنى الاستياك والمعنى الاستياك بعود أراك والأراك شجر من الحمض يستاك بقطبانه الواحدة أراكة يؤخذ المسواك غالبا من جذوره وقد يؤخذ من الأغصان تكثر أشجاره في جنوب جزيرة العرب تشبه شجرة الرمان وهي دائمة الخضرة طوال السنة أغصانها كثيرة متشابكة وله ثمر ورد ذكره في السنة قال البعلي رحمه الله ونحوه قال الفوزان حفظه الله أي كعرجون وهو العذق إذا يبس وعود الزيتون ونحوهما قال النووي رحمه الله ويحصل السواك بخرقة وكل خشن مزيل لكن العوت أولى والأراك منه أولى قال البعلي رحمه الله عرضا قال الشارح الفوزان أن يستاك عرضا بالنسبة إلى أسنانه وطولا بالنسبة إلى فمه لكن ذكر الأطباء أن الاستياك الصحيح يكون طولا وذلك بالاتجاه من اللثة إلى الأسنان لأن الاستياك عرضا يؤثر على غشاء الأسنان فإذا ثبت هذا صار الاستياك عرضا منهيا عنه قال البعلي رحمه الله وَسُنَّ الْإِدِّهَانُ غِبَّا قال الشارح الفوزان الإدِّهان استعمال الدهن في شعره وقوله غبا أن يدهن يوما ويترك يوما مأخوذا من غب الإبل قال الجوهري هو أن ترد الماء يوما وتدعه يوما والمراد كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا والترجل تسريح الشعر وتنظيفه ودهنه وعن عبد الله بن الشقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو أشعث الرأس مشعان قال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه قلنا وما الإرفاه قال الترجل كل يوم وقوله أشعث الرأس أي متفرق الشعر وقوله مشعان بضم الميم وسكون الشين المعجمة وعين مهملة وآخره نون مشددة هو المنتفش الشعر الثائر الرأس قال البعلي رحمه الله والاكتحال وطراء قال الفوزان حفظه الله أي وسن الاكتحال وطراء والاكتحال وضع الكحل في العين ومعنى وطرا أي ثلاثة في كل عين وأفضل أنواعه الإثمت وهو نوع من الكحل أسود مفيت تحدث ابن القيم عن فوائده في زاد المعاد وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمت فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفات للبصر قال البعلي رحمه الله والاستحداد قال الشارح الفوزان شرع المصنف في ذكر شيء من خصال الفطرة وهو معطوف على ما قبله أي سن الاستحداد والاستحداد هو حلق العانة وهي الشعر النابت حول ذكر الرجل وقبل المرأة سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى ولو أزاله بأي شيء حصل المطلوب والحكمة فيه وقاية الإنسان من الأمراض والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ كما أن إزالته متضمنة لكمال الطهارة وتمام العشرة والألفة بين الزوجين قال البعلي رحمه الله وقص الشارب قال الفوزان حفظه الله أي ويسن قص الشارب وهو قطع أطراف شعره بالمقص والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا أو الشفة العليا وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الفطرة خمس وقص الشارب وورد في حديث آخر أحف الشوارب والإحفاء المبالغة في قصه فمن جز الشارب أو أحفاه فقد أتى بالسنة لأن الأحاديث جاءت بالأمرين قال ابن القيم وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال وهذا الذي يتعين القول به لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به ولقوله من لم يأخذ من شاربه فليس منا وأما حلق الشارب فقد ورد فيه أدلة لكنها لا تصل في قوتها وصراحة دلالتها إلى أدلة القص فيكون هو الأفضل قال البعلي رحمه الله وقلم الظفر قال الشارح الفوزان حفظه الله القلم والتقليم هو القطع واسم ما يقطع منه القلامة والمراد به قطع ما طال عن اللحم منها وينبغي الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل فيه ضرر على الإصبع قال ابن القيم وأما تقليم الأظافر فإن الظفر إذا طال جدا بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة والحكمة انتهى كلامه والحكمة من قص الأظافر أن الوسخ يجتمع تحت الظفر فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارتين وللبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب قال البعلي رحمه الله ونتف الإبط قال الشارح الفوزان حفظه الله الإبط بكسر الهمزة هو سكون الباء باطن المنكب والنتف هو إزالة الشعر بالقلع ونتفه لقطع الروائح الكريهة التي تنشأ من الوسخ الذي يجتمع بسبب العرق فيعلق بالشعر فنتفه وجه من أوجه النظافة وطيب الرائحة وإذا لم يقوى على النتف جاز إزالته بأي مزيل مما وجد في هذا العصر لحصول المقصود في الإزالة قال البعلي رحمه الله والتيامن في كل شأنه قال الشارح الفوزان حفظه الله تعالى أي وسن التيامن في كل شأنه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فيقدم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل ودخول المسجد والاكتحال والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ونحو ذلك مما هو في معناه ويقدم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والثوب والنعل وأشباه ذلك قال البعلي رحمه الله ونظره في المرآه قال الشارح الفوزان حفظه الله أي يسن النظر في المرآه ليزيل ما عسى أن يكون به من أذى ويفطن لنعم الله عليه هكذا علل الفقهاء ولم يذكروا دليلا قال البعلي رحمه الله وتسريح شعره قال الشارح الفوزان حفظه الله تسريح الشعر ترجيله وتخليص بعضه وتخليص بعضه من بعض بالمشط وذلك لا يكون في الغالب إلا إذا كان الشعر كثيرا واتخاذ الشعر سنة لمن استطاع القيام بغسله وترجيله وقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ودليل ذلك أن الرسول صلى الله نعم ولكن له كلفة ومؤنة ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثير ولم يصح أنه حلقه إلا في الحج أو العمرة وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كره حلقه كراهة شديدة وروي عنه الإباحة والأولى والأولى أقوى وأشهر وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو من العادات وليس من العبادات فيتبع الإنسان فيه عادة أهل بلده ويمكن أن يستدل هذا بأنه لو كان سنة وشريعة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بإعفاء اللحية فلما سكت عنه علم أنه ليس بسنة وقال في رأس الصبي احلقه كله أو اتركه كله لما حلق بعضه وترك بعضه ولو كان سنة لقال اتركه ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه فقوله من كان يفيد أنه راجع لاختيار الإنسان قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء في حلقه من الكراهة فهو والله أعلم في من يعتقده قربة وشعار الصالحين وهكذا كانت الخوارج فأما إن حلقه على أنه مباح وأن تركه أفضل فلا انتهى كلامه والكلام إنما هو في الحلق أما القص بالآله المعروفة فلا كراهة فيه قال البعلي رحمه الله ويجب الختان قال الفوزان حفظه الله الختان من الختن وهو القطع والمراد قطع جلدة حشفة الذكر وهي القلفة والغرلة وقطع رأس جلدة في رأس فرج الأنثى فوق محل الإيلاج لأن في بقائها في حق الذكر ضررا على الإنسان من حيث الصحة والطهارة لأنه إذا خرج البول من ثقب الحشفة فربما يجتمع بين الحشفة والجلدة فيكون سببا في التهاب المجال البولية والإصامة بسرطان القضيب وظاهر كلام المصنف أن الختان واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنثى والقول الثاني وهو الراجح أنه واجب على الذكر دون الأنثى لعدم الأمر به في حقها ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر فإنه في حقه إزالة أذى فهو من كمال الطهارة وفي حقها لتخفيف شهوتها وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة قال البعلي رحمه الله إن لم يخفه إن لم يخفه قال إن لم يخفه قال البعلي إن لم يخفه قال الشارح الفوزان حفظه الله أي ما لم يخف ضرر الختان على نفسه فإن خاف الضرر كأن يكون في الموضع التهاب أو مرض دائم لا يرجى زواله لم يجب وهذا في من ختن عند البلوغ لأنه وقت وجوبه على المذهب وأما الختان في الصغر فلا يأتي فيه هذا الشرق وهو في زمن الصغر أفضل إلى أن يبلغ التمييز لأنه أسرع برآن ولينشى على أكمل الأحوال وقال الشيخ الإسلام بن تيمية يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة ويرجع في معرفة الضرر إلى الأطباء الثقات وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمن الخريف والدليل على مشروعية الختان أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من خصال الفطرة ففي حديث أبي ريرة رضي الله عنه الفطرة خمس أو خمس من الفطرة ذكر منها الختان وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن قال البعلي رحمه الله ويكره القزع قال الشارح الفوزان القزع بفتح القاف والزاي من قزع السحاب أي قطاعه وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه والدليل على كراهته ما ورد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قيل لنافع ما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ويدخل في معنى القزع حلق الرأس غير مرتب بأن يحلق من مواضع وهذا لا ريب في كراهته لا ريب في كراهته وهو مشوه أيضا الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه الرابع أن يحلق الناصية فقط ويترك القفاء ويكره حلق القفاء منفردا عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامه أو غيرها قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حلق القفاء فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم وحكم القفاء منه وحكم القزع مكروه كما قال المصنف وقد نقل النووي الإجماع على ذلك إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال البعلي رحمه الله ونتف الشيب قال الشارح الفوزان أي يكره وهذا قول الحنابلة والمالكية والشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ولا فرق بين اللحية والرأس لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور إنه نور المسلم وعن أنس رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته وقيل نتف الشيب من اللحية والوجه حرام لأنه من النمص وإذا كان من شعر الرأس فهو يكره قال النووي رحمه الله ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس وجزم به الشوكاني قال البعلي رحمه الله وسن تغييره بغير سواد قوله وسن تغييره بغير سواد أي سن تغيير الشيب وصبغه بغير السواد كالحنى والحمرة والصفرة ونحوها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحنى والكتم والكتم بفتح الكاف والتاء الكتم بفتح الكاف والتاء نبات باليمن صبغه أسود يميل إلى الحمرة وقوله بغير السواد أي فهو منهي عنه قال النووي والصحيح بل الصواب أنه حرام وقال ابن القيم الصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من تغيير الشيب أمران أحدهما نتفه والثاني خضابه بالسواد والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم انتهى كلامه ومن أدلة النهي حديث جابر ابن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد والثغامة بالفتح نبت أبيض الزهر نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض الشيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر